أدان رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وقال الشيخ الخنجر في تدوينة على منصة أكس إن ما تعرضت له السيادة الوطنية خرق كبير مؤكدا مساندة الحكومة في إجراءاتها المرتقبة لصون حرمة أرض العراق ودماء شعبه وأشار الشيخ الخنجر إلى أن الأمة أمامها مهمة واحدة وعدوا واحد وهو الكيان الصهيوني وماكنته الوحشية التي تقتل أطفال ونساء غزة بلا رحمة